تحياتي لكم جميعاً معكم إلهان بوزان وبفيديو اليوم في عنا خبر عن السيد زي هوفا وزير داخلية ألمانيا صرح اليوم السيد زي هوفا وزير داخلية ألمانيا بشي جديد بإني وزارة وزارة الداخلية عم تدرس حالياً بشكل جدي إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين أو اللي بيكون وجودهم هون بشكل خطر أو تهديد على الأمن العام في ألمانيا طبعاً شامح دا يفهم الموضوع غلط المقصود فقط اللاجئين السوريين اللي عبي يعملوا مشاكل وليس كل اللاجئين وعبي يدعموا بهذا القرار وزراء داخلية مقاطعة زاكسن أوباين هدول كمان بيشوفوا أنه لازم يتم ترحيل اللاجئين السوريين اللي عبي يعملوا مشاكل لبلدهم الأم يعني لسوريا وطبعاً هاي القرارات عب تطلع نتيجة أيضاً ضغوطات من بعض أفراد الشعب الألماني يلي هن المستائين من مشاكل اللاجئين وخاصة آخر مشكلة صارت أحداث مدينة فغايبوك الاغتصاب حادث الاغتصاب فكتير من الشعب الألماني كمان عبي يتململوا مو من اللاجئين ككل إنما فقط من اللاجئين اللي عبي يعملوا مشاكل فهذا الشيء كمان عبي يولي الضغط على السياسيين الألمان فخرج اليوم السيد زيهوفا بهذا التصريح شديد اللهجة إنه لازم نرحل اللاجئين السوريين كمان اللي عبي يعملوا مشاكل بقية الدول الآمنة ما في مشكلة لما اللاجئ بيعمل مشكلة بيحطوه بطيارته بيبعتوه على الدولة تبعيته لكن بما أنه سوريا فيها حرب فالقوانين الألمانية ما بتسمح بترحيل اللاجئ السوري اللي عمل مشكلة لسوريا فالسيد زيهوفا قال اليوم إنه لا لازم نرحله على سوريا طيب كيف ممكن تتمها العملية وسوريا بلد غير آمن؟ العملية ممكن تتمها على الشكل التالي وزارة الخارجية في ألمانيا بتقوم كل سنة بشكل دوري بدراسة الوضع العام في سوريا إذا سوريا صارت بلد آمن ولا لا وإذا فيه مناطق آمنة ولا لا دائما بشكل دوري بيعملوا دراسة عن الوضع في سوريا وبرفعوا التقرير بهذا الشي فلما بيجتمعوا وزراء داخلية المقاطعات هون في ألمانيا لما بيجتمعوا كل سنة مثلا ضمن مؤتمر معين بيجتمعوا كل وزراء داخلية مقاطعات ألمانيا فبيطلعوا على هاي التقارير اللي قدمت لهم ياها وزارة الخارجية الألمانية وبيشوفوا إذا فيه إمكانية بترحيل اللاجئين لهاي الدول مثل سوريا مثلا فممكن بالمستقبل يتم ترحيل اللاجئين السوريين لعب يعملوا مشاكل لسوريا جدير بالذكر أيضا أن السيد زي هوفا هو لا يزال بيشغل حاليا منصب وزير داخلية ألمانيا لكنه أعلن أنه رح يتخلى عن منصبه كرئيس لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي حزب الـ CSU بمقاطعة باين هذا الشي رح يتم بـ 19 من الشهر الأول بالسنة الجديدة بالعام 2019 رح يتخلى عن منصبه كرئيس للحزب لحزب الـ CSU مع البقاء بمنصبه الحالي كوزير لداخلية ألمانيا وهو شخص معروف بقراراته المتشددة تجاه قضايا الهجرة واللاجئين لكن هالمرة عبي طالب تحديدا بترحيل اللاجئين السوريين اللي عبي يعملوا مشاكل لسوريا ومثل ما قالت عبي يأيدوا بهذا القرار رؤساء داخلية أو وزراء داخلية مقاطعات مثل زاكسن وباين هنين كمان بيأيدوا بهذا الرأي وبيدعموا هذا القرار كمان جدير بالذكر أنه هاي السنة كان عدد طلبات اللجوء السوريين في ألمانيا بحدود الـ 22500 طلب تم رفض منهم فقط 52 طلب يعني رقم ولا شي قياسا بالعدد المقبول ومعظم السوريين لا يزالون بيحصلوا على إقامة في ألمانيا إما على اللجوء أو على حماية سانوية نتيجة الحرب في سوريا فلا تزال عمليات الترحيل شبه معدومة أو غير موجودة نهائيا إنما الحديث فقط حاليا عن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين اللي عبي يعملوا مشاكل فقط إذن فهموا الموضوع بشكل صح بشان ما أحد يفهم الفيديو أو الكلام اللي حكيته بشكل خاطئ المقصود فقط ترحيل اللاجئين السوريين اللي عبي يعملوا مشاكل فشو رأيكم بهذا الموضوع؟ هل أنتم مع هذا القرار أنه لازم يتم ترحيل اللاجئين السوريين لبلدهم سوريا اللي عبي يعملوا مشاكل؟ ولا لازم يتموا هون ويتعرضوا أو ياخدوا عقوبتهم هون ضمن القانون الألماني؟ ولا يمكن ترحيلهم لأنه هذا الشيء كمان ممكن يكون خطر على حياتهم في سوريا نتيجة الوضع الأمني في سوريا فشو رأيكم بهذا القرار؟ لأني بالفترة الأخيرة لاحظت أنه كثير من السوريين مستائين أيضا من بعض السوريين الآخرين اللي عبي يعملوا مشاكل فشاركوا معي أراكم بصندوق التعليقات أسفل الفيديو باحترام وبدون شتائم وبدون سب حاولوا أنكم تحترموا الآخر كمان وتسمعوا الرأي الآخر كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان تحياتي لكم جميعا ورأحاول دائما حتكم بصورة آخر الأخبار والتطورات الحاصلة في ألمانيا وإلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة